نكمل بس هكمل في قصة تبدو كوميدية جدا لدرجة المضحكة جدا بص فاكرين خفير أجيري المديد الفني المكسيكي الأسبق لمنتخب مصر اللي مشي بعد كأس الأمم الأفريقية في 2019 يعني بعد أو من 4 سنين من دلوقتي اتحاد الكرة بعت له اتحاد الكرة الحالي أجيري اللي مشي من 4 سنين بعت له قال له عايزين 119 ألف جنيه منك 119 ألف جنيه ليه الراجل مشي ايه بقى حكاية 119 ألف جنيه خفير أجيري المديد الفني لمنتخب مصر اللي كان بياخد فلوس كتير قوي أكيد يعني زي أي مدارب أجنبي يعني تمام كان راح لاتحاد الكرة وقتها وطلب صلفة طلب صلفة بالمصري بقيمة نصف مليون جنيه ما عارفش بقى وقتها كب كام بس بالمصري كانت قيمتها نصف مليون جنيه وهو هيسددهم على دفعات تتخصم من الراتب بتاعه تمام يعني ايه عشان اشرحها لك بس هو خد نصف مليون جنيه احسنهم بالدولار زي ما انت عايز بقى وقتها مش فيك كنا نصف مليون جنيه فقالوله خلاص السلفة دي هنخسمها من الراتب 3-4 شهور جايين تمام ففضلوا يخسموا 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 لحد مفاضل آخر قسط لو آخر شهر 119 ألف جنيه كان بالدولار برضو مش بالمصري 119 ألف جنيه فراح اتحاد الكرة مشى أصلا أجيري بعد كاس الأمم الأفريقية والإخفاق في كاس الأمم الأفريقية حلو كل ده يبدو برضو غريب انه أصلا الراجل كان بياخد بالدولار الراجل بياخد بالدولار وبياخد سلفة فأدي أول حاجة غريبة اتحاد الكرة السابق مش الحالي الحالي دوت ما كانش موجود في 2019 اللي كان موجود في 2019 كان المفاضل هو بيخلص أموره مع المدرب ياخد مستحقاته اتحاد الكرة ياخد مستحقاته اللي هي عنده أهيري ما عملوش كده فالتحاد الكرة هو بيقلب في الورق اليومين دول وبيبص فلوسه اللي برة من الآخر يعني فلوس اللي مترمية في السوق اللي متبعترة في السوق فلقوا ان فيه 119 ألف جنيه فجأة عند أجيري ما عرفش بقى لما هيبعته الأجيري يقولوله عايزين 119 ألف جنيه كانوا عليك من 4 سنين هيرد عليهم يقولهم ايه تفتكروا هيقولهم ايه تاني لما هتبعت الأجيري بعد 4 سنين تقوله أنا لايه عندك 119 ألف حقك اتحاد الكرة طور حقك تبدور حقك لما تبعتله وتقوله عايز 119 ألف جنيه اللي عليك هيقولك بالمناسبة هو الرقم بالزبط عشان ما حدش راجع ورافة حقك يقولي اللي تقولت الرقم غلط 119 ألف و 970 جنيه 119 ألف و 970 جنيه بالزبط هم طبعا لما ترجموها بالمصر من الدولار وقتها بس دي حكاية تعرفك في مشكلة ما يعني في الحاجات الإدارية والبسيطة يعني فيش لقدر الله ولا حاجة فساد ولا حاجة أكيد يعني ولما كنتش لو هتطلبت بيهم بس في خلل في أخطاء في أخطاء وحاجات زي كده غريبة هتروح تقوله المدرب و المدرب طبعا ايه عمل من بانها لو أنا ما ليش دعوة مش شايفكم تركوا عندما عارف خلع خلعون فعلى تصور لما هيبعتوله اللي أم معرفكم مش تصور يعني إلا بقى لو طلع راجل شديد اللي احترام وسدد اللي عليه نتمنى يعني